موسيقى اليوم سنتحدث عن المعادلات ذات عدة خطوات أكثر من خطوة واحدة لاحظوا هذه المعادلات المعادلات من عدة أنواع مثلا المعادلة الأولى لديك المتغير مضروب بعدد ثم مطروح أو مجموع منه عدد آخر لكن هنا يختلف لديك هذا العدد كله مع المجموع الأكس مع الواحد كلها مضروبة بإثنان كيف أقوم بحل الأولى وكيف أقوم بحل الثانية في المعادلة الأولى العدد نصف غير مرتبط بالستة المضروبة بإكس العدد نصف غير مرتبط بالستة لأن الستة فقط مضروبة في الإكس فأنا أستطيع أن أقوم بالتخلص من هذه السالة بنصف كيف عن طريق عملية جمع جمع واحد على إثنان فتكون هذه هي الخطوة الأولى الناقص نصف إذا أخذتها للطرف الآخر تصبح زائد نصف الآن في اليسار يتبقى فقط ستة إكس لكن في اليمين قم بالحساب سالب ثلاثة بوينت خمسة زائد واحد على إثنان طبعا يساوي سالب ثلاثة ثم الخطوة الأخيرة هي أن أقسم على المعامل وهو ستة قسمة ستة فالإكس هنا تساوي سالب واحد على إثنان أو هي سالب نصف هذا الحل الأول للمعادلة سأعيد عدة معادلات من هذا النوع لكن في هذه المعادلة لا أستطيع أن أتخلص من الواحد أو أطرح واحد لماذا؟ لأن الإكس والواحد كلهم ضربات في إثنان فيجب أن أقوم بالتخلص من العدد إثنان في البداية والإثنان كما ذكرنا هو عملية ضرب فأنت أقسم على إثنان فقسمنا على هذا المعامل الخارجي فيتبقى إكس زائد واحد أتعامل مع الإكس زائد واحد على أنها قيمة واحدة وفي الطرف الآخر يبقى أربعة طبعا حذفت الأقواص ليست لها أهمية الآن أطرح واحد من اليمين واليسار يتبقى ثلاث المعادلة الثانية المعادلة الثالثة بها بسط ومقام البسط ثلاثة إكس ناقص واحد والمقام هو إثنان هذه المعادلة تكافئ المعادلة تقريبا الثانية لكن في البداية عندما يكون لديك بسط ومقام والمقام هو عدد تعامل مع هذه المعادلة على أنها إكس على إثنان فقط مثلا فأنا في تلك المعادلة إكس على إثنان يجب أن أتخلص من المقام عن طريق الضغط بإثنان إثنان من اليمين وإثنان من اليسار طبعا هذه الإثنان هي في الحقيقة إثنان على واحد فأقوم حذف الإثنان من البسط مع حذف الإثنان من المقام يبقى في اليسار ثلاثة إكس ناقص واحد وهنا ثمانية الآن قم بجمع واحد أو أنقلها إلى الطرف الآخر وأعكس إشارتها كانت ناقص واحد تصبح زائد واحد تساوي تسعة ثلاث إكس يساوي تسعة الآن عن طريق القسم على العدد الثلاث فالإكس تساوي ثلاث سأنبه هذه المعادلات كلها معادلات خطية من الدرجة الأولى المتغير فيها إكس درجة أولى تستطيع حل هذه المعادلات مباشرة في الآلة الحاسبة وأنا وضحت طريقة حل المعادلات الخطية في هذه القناة في هذه المعادلة المطلوبة بالإثنان ثم مجموع لديها أو مطلوب منها ستة فهنا في البداية أقوم بأخذ الناقص ستة إلى الطرف الآخر تصبح زائد ستة لماذا أصبحت زائد ستة؟ لأنني جمعت من اليمين واليسار زائد ستة فيتبقى في اليسار 2A لكن في اليمين 10 الآن عن طريق القسمة على المعامل وهو 2 قيمة A هي 5 كما الحال في هذا السؤال B لديك بسط ومقام في البداية يجب أن تزيل المقام المقام هو سالب 2 فضرب المعادلة كلها بسالب 2 المعادلة كلها فالمقاء البسط هو إن زائد 1 لكن تعامل معه على أساس أنه متغير 1 وهناك بعض الطرق تحل عن طريق الضرب التقاطع هي نفس الفكرة ونفس المبدأ لكن اختلافاتها قليلا في المعادلات المتقدمة الآن أنا سأضرب فقط في سالب 2 من اليمين واليسار هنا ضرب سالب 2 وفي اليمين أيضا ضرب سالب 2 أي عملية تقوم بها يجب أن تقوم بها بالطرف الآخر الآن أستطيع أن أحذف البسط والمقام يتبقى لديك إن زائد 1 يساوي كم؟ سالب 30 لديك زائد 1 يجب أن أزيله عن طريق طرح 1 فالآن قيمتها سالب 31 كيف أتأكد؟ أخذ الإجابة وهي سالب 31 وأعوضها في المعادلة الأصلية كانت إن زائد 1 استبدل الإن بسالب 31 زائد 1 تقسيم سالب 2 بالفعل أعطاك الخمسة عشر الإجابة الأصلية في هذه الإجابة انتبه لهذا السؤال باع المتجر مع قيمته 3 على 5 من الأقراص المدمجة في المتجر باع 3 على 5 انتبه فهذا لو اعتبرنا هذه هي أقراص المتجر عدد الأقراص الأصلية في البداية لا أعلمها مجهولة X فالآن هذه كلها أعداد مجهولة لكن أنا أعلم أن نسبة 3 على 5 قام ببيعها فإذا باع 3 على 5 كم المتبقي لديه 2 على 5 ولماذا أنا أوجدت المتبقي لأنه في المسألة أعطاك الأقراص المتبقية 62 يتبقى في هذا المتجر بعد أن باعه فالآن هو لديه الآن 2 على 5 من المتجر ليس 3 على 5 لديه 2 على 5 ولكن سأضيف إلى ما لديه عشرة هو لديه الآن 2 على 5 واسترجع منها عشرة كما ذكر في السؤال فهذا ما لديه الآن طبعا يساوي 62 الآن أكمل الحل في البداية أطرح عشرة فيبقى 2 على 5X يساوي 52 هذه معادلة بمعامل نسبي أضرب بالمعكوس 2 على 5 أضرب 5 على 2 ففي اليمين أقوم بعملية حسابية 52 ضرب 5 على 2 يساوي 130 فهذا المتجر كان لديه 130 قرصا في هذا السؤال إبراهيم قرأ في اليوم الأول 3 على 4 من الرواية وأعطاك هو إجمالي القراءة ليس إجمالي الكتاب إجمالي ما قرأه في هذه العطلة هو 220 صفحة لكن هل تعلم عدد صفحات الكتاب؟ لا مجهول فالآن إبراهيم قرأ وهو أعطاك القراءة أعطاك صفحات القراءة قرأ 3 على 4 من الكتاب ويوم الأحد قرأ 22 صفحة عدد ثابت واضح مجموع ما قرأه في اليوم الأول يوم ويوم الأحد يساوي 220 صفحة بنفس الطريقة في البداية أطرح 22 يبقى 3 على 4 مائتان وعشر ناقص 22 هي 198 أضرب بالمعامل النسبي بمعكوس المعامل النسبي 4 على 3 يبقى م في اليسار وفي اليمين عملية حسابي 264 العمليات الحسابية كلها أقوم بها أنا باستخدام الآلة الحاسبة في هذا المسألة انتبه لديه يريد مني ثلاثة عداد متتارية لم يذكر أنها زوجية أو فردية إذا كان العدد الأول مثلاً عشر الثاني سيكون 11 الثالث سيكون 12 لاحظوا الفرق دائماً يزداد 1 فإذا كان الأول إن مجهول الثاني سيكون أكبر منه بواحد إن زاد 1 الذي يليه إن زاد 2 هذه الأعداد المتتالية لكن ماذا ذكر لي أن مجموعهم إذا جمعت هذه الثلاثة أعداد سيكون مجموعهم يساوي 21 فجمعت الأول إن والثاني إن زاد 1 والثالث إن زاد 2 يجب أن يكون 21 الآن تبسط المعادلة الإن مع الإن مع الإن ثلاث إن واجمع الأعداد واحد زاد 2 ثلاث يساوي 21 قمت بطرح ثلاثة من اليمين واليسار يتبقى ثلاث إن يساوي ثمانة عشر الآن أن طريق القسمة على العدد الثلاث إن تساوي ستة فالعدد الأول ستة العدد الثاني سبعة والعدد الثالث وثمانية وتأكد لو قمت بجمع هذه الأرقام الثلاث ستجد أن مجموعها في هذه المعادلات لديك ثلاثة M والثلاثة هي مضربة فقط في الـ M ليست في الأربعة فلذلك أطرح في البداية العدد أربعة سالب احتاج ناقص أربعة هو سالب خمسة عشر ويتبقى لديك ثلاثة M أقسم على العدد الثلاث فقيمة الـ M هي سالب خمسة وأيضا في السؤال الثاني لديك سالب سبعة مضربة في F وناقص تسعة السالب سبعة فقط مضربة في F لذلك في البداية تخلص من العدد سالب تسعة عن طريق جمع تسعة للطرفان يتبقى سالب سبعة F يساوي واحد وعشرين وتحتاج هنا إلى القسمة على العدد سالب سبعة فالـ F في النهاية تساوي سالب ثلاث وأيضا السؤال الثالث كلهم متشابه سالب ثلاث يساوي اثنان زائد A على 11 لاحظ المتغير فقط هو الذي مقسم على 11 فقط المتغير فلذلك طرحت اثنان أو نقلتها إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة يتبقى A على 11 يساوي سالب خمسة اضرب بـ 11 فقيمة A تساوي سالب خمسة وخمسين السؤال الذي يليه أيضا ثلاثة على اثنان A ناقص ثمانية انظر إلى المتغير هو A مضروب المتغير فقط هو المضروب بالكسر العدد ليس مضروب فلذلك تحتاج إلى جمع ثمانية من اليمين واليسار أو كما أقوم أنا انقله إلى الطرف الآخر لكن بشرط أن تغير الإشارة التي بيساره فأصبح ثلاثة على اثنان A يساوي تسعة عشر وضرب بالمعكوس معكوس المعامل وهو اثنان على ثلاث فقيمة A عدد كسري ثمانية وثلاثين على ثلاث يساوي تقريبا إذا أردت أن تكتبه كعدد عشر اثناش بوينت سبعة هنا X ناقص خمسة على سبعة لاحظ المتغير مطروح منه عدد ثم مقسوم على مقام ففي هذه المسال في البداية عليك أن تحذف المقام عن طريق الضرب بنفس المقام ضربنا بسبعة من اليمين واليسار فتبقى X ناقص خمسة يساوي ستة وخمسين ثم جمعنا خمسة فقيمة X كانت واحد وستين وهذه أيضا مسألة مشابهة احتجنا في البداية أن أقوم بحذف المقام عن طريق الضرب بسالب ثلاث فيتبقى C زائد واحد واليمين عملية حسابية هي سالب واحد وعشرين في سالب ثلاث طبعا يرطيك موجب موجب ثلاثة وستين تحتاج إلى هنا طرح واحد أو دائما انقل العدد لكن بتغير إشارته التي في اليسار فتصبح ناقص واحد IC تساوي اثنان وستين السؤال السابع ذكرتي اثنى عشر إذا نقصنا منها ضعف عدد كلمة ضعف أي عدد مضرب باثنان يساوي سالب أربعة وثلاثين خذ العدد الذي تريد حذفه مع إشارته التي في اليسار سابع موجبة فنقصنا اثناش فيتبقى سالب اثنان وي لاحظوا هذه الإشارة يجب أن تبقى سالب اثنان وي تساوي سالب طبعا أصبحت ستة وعربعين عندما طرحنا اثناش ثم أقسم على العدد أيضا سالب اثنان ليس اثنان على سالب اثنان فيساوي موجب ثلاثة وعشرين سأنتقل للسؤال التاسع وذكر لي ثلاثة عداد صحيحة فردية متتالية سيكون تسعة لاحظوا الفرق دائما يزداد اثنان فإذا كان الأول مجهول الثاني سيزداد اثنان ثم أيضا يزداد اثنان فيصبح هذه أعداد فردية وكما الحال إذا كان زوجي بطريقة مشابهة أما العداد المتتالية فقط لكن هنا حدد لي أنها أعداد فردية وأيضا ذكر لي أن مجموعة هذه الثلاثة أعداد ونزاد اثنان ونزاد أربعة أعداد فردية يجب أن يساوي خمسة وسبعين كما مكتوب في هذا السؤال بسط المعادلة لديك ثلاثة والاثنان مع الأربعة هي ستة تساوي خمسة وسبعين الآن اطلح العدد ستة يبقى لديك ثلاثة يساوي تسعة وستين وهنا تحتاج إلى القسمة على العدد ثلاث فقط فتصبح تساوي ثلاثة وعشرين هذه قيمة الأن الأول أو العدد الفرد الأول هو الثلاثة وعشرين فإذا جمعنا اثنان يكون الثاني خمسة وعشرين ثم سبعة وعشرين السؤال العاشر أيضا ذكر لي أعداد صحيحة متتالية فالأول فقط متتالي لم يذكر لي زوجي أو فادي فالأول ثم 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 أكمل أنت المعادلة الآن لن أقوم بحل هذه المسائل كلها سأختار ثلاثة مسائل وأوضح كيف أقوم بحل معادلات خطية أي من الدرجة الأولى بالآلة الحاسبة أكتب المعادلة كما هي لكن دائما أكتبها بدلالة X تسعة ألفة مع الأكس زاد العدد سبعة وعشرين لا تضغط اليساوي في الأسفل هذه خاطئة هناك يساوي في الأعلى في الزاوية اليسرى لكن تحتاج إلى ألفة مع هذه اليساوي ثم سالب سبعة اثنان أي ثنان وسبعين لا تضغط يساوي تحتاج إلى السولف حل shift مع هنا السولف هذه قيمة عشوائية اضغط الآن يساوي يعطيك سالب 11 فحل هذه المعادلة هو سالب 11 وأعيد دائما المعادلة لا تكتبها بدلالة X لا تكتب بدلالة أي متغير آخر فمثلا السؤال الذي يليه سأختاره هو سؤال 16 F اكتب كما ذكرت X ألفة مع الأكس إلى الأسفل سالب 7 ناقص العدد الثمانية يساوي لكن ليست اليساوي في الأسفل ألفة مع اليساوي ثم solve السولف عن طريق shift shift ليس ألفة shift مع هنا solve هذه قيمة عشوائية اضغط يساوي مرة أخرى ليعطيك الحل الصحيح هذا هو الحل X تساوي سالب 70 السؤال الأخير الذي سأحله أيضا أكتب المعادلة السالب 11 اليساوي عن طريق الألفة أكتبها ثم كسر A أكتب متغير X ناقص 5 على 6 بهذه الطريقة أنت تقوم بحل كل المعادلات الخطية أي معادلة خطية تستطيع حلها المعادلات التربعية تحل بالألة الحاسبة لكن ليست بهذه الطريقة بطريقة مختلفة عندما يكون لديك X تخطى تكلفة 100 درهم أي كل ما يدفعه يجب أن يساوي 100 درهم فهناك رسوم ثابتة في البداية أنا أتحدث عن الرسوم ليست دقائق الرسوم الثابتة التي سيدفعها رامي في هذا العرض هي 49 درهم و99 فلس لا تكتب الدقائق أنت تحتاج إلى الرسوم فقط وأيضا سيدفع لكل دقيقة لكل دقيقة 0.15 فلس أو 0.15 درهم لكل دقيقة بعد انتهاء باقته أو عرضه فالآن سنقوم بحل هذه المعادلة لإيجاد عدد دقائق التي لن تتجاوز تكلفتها 100 درهم في البداية قمنا بحثف 49 لأنها ليست مرتبطة في العدد المضروب بY الذي هو 0.15 يتبقى لديك 0.15 يساوي يطرح العددان 50 جزء بالمئة الآن تحتاج إلى القسمة على المعامل وهو 0.15 فيبقى لديك Y تساوي والعدد الذي في اليمين عن طريق الآلة الحاسبة قم بحساب هذا الناتج سيكون كعدد تقريبي ليس عدد حقيقي Y تساوي 333 تقريبا هذه الدقائق لكن لو لاحظنا فقط لنجيب بشكل صحيح في هذا العرض أو الباقة سيعطيك 650 دقيقة مجانية فيصبح مجموعة دقائق بهذه المئة درهم يساوي 983 دقيقة هنا سأقوم بكتابة مغادلات ثم أقوم بحل المغادلات السؤال الرابع والعشرين لديك قيمة 14 أقل من 3-4 عدد العدد مجهول فلذلك هذه الأربعة عشر أقل أي أنني سأقوم بطرحها من 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 3-4 عدد طبعا سيكون الناتج سالب 8 مرة أخرى قيمة 14 أقل من العدد فإذا سأطرح من العدد الذي ذكره لي وهو عدد مجهول 3 على 4 أي شيء M X أي أن يكون سأطرح منه 14 ليعطيك من سالب 8 الآن اجمع 14 لليمين واليسار يتبقى لديك 3 على 4 M طبعا والسالب 8 زاد 14 يعطيك موجب 6 فالآن نضرب بمعكوس المعامل أي أضرب ب4 على 3 فقيمة M هنا 6 ضرب 4 على 3 يساوي موجب 8 هذا هو العدد المجهول في هذا السؤال السؤال الـ 26 لاحظوا انتقلت إلى الـ 26 وأراد مني ثلاثة أعداد صحيحة زوجية إذا كان العدد الأول الزوجي مثلا 10 الثاني سيكون 12 الثالث سيكون 14 فلاحظوا الفرق دائما 2 الأول هو N الثاني N زائد 2 الذي له N زائد 4 عندما يكون لديك أعداد زوجية أو فردية دائما أضف 2 فلذلك مجموعة هذه الثلاثة أعداد يساوي سالب 84 هو ذكر أنها أعداد صحيحة أي موجبة أو ساربة فتصبح 3 N زائد 6 عندما بسطت المعادلة يساوي سالب 84 يجب أن أطلح 6 من اليمين واليسار يتبقى 3 N يساوي سالب 90 عن طريق القسمة على العدد 3 N تساوي سالب 30 فالعدد الأول هو سالب 30 العدد الثاني الذي يليه أكبر منه ب2 سالب 28 ثم سالب 26 هذه الأعداد السالبة لنتأكد سالب 30 زائد سالب 28 زائد سالب 26 يعطيك بالفعل سالب 84 فهذا الحل صحيح السؤال 27 سأكتب المعادلة فقط لديك أعداد فردية وإن زائد 2 وإن زائد 4 يساوي المجموع 141 أي عندما أبسط المعادلة تصبح 3 إن زائد 6 يساوي 141 وأكمل هذه المعادلة سأقوم بحل سؤال 48 وهنا ذكر لي أربعة أعداد متتالية لم يحدد زوج أوفادي فالأول إن الثاني إن زائد 1 ثم إن زائد 2 ثم إن زائد 3 كل مرة يزداد 1 أعداد متتالية لتبسيط المعادلة لديك أربعة إن أربعة مرات إن موجودة إن زائد إن زائد إن زائد هي أربعة إن واحد زائد 2 وزائد 3 يساوي 6 طبعا الناتج كما ذكر في المسألة هو 54 اطرح 6 من المعادلة في البداية أو انقلها إلى الجهة الأخرى لكن بشرط عكس الإشارة فالأربعة إن يساوي 48 عن طريق القسمة على العدد أربعة قيمة الإن هنا في هذا السؤال تساوي 12 فالعدد الأول هو 12 ثم 13 14 و 15 بالفعل أربعة أعداد متتالية مجموعهم سيكون 54 سأقوم بحل بآلة حاسبة أيضا حاول أن تستخدم الآلة الحاسبة في بعض الأحيان كتبت المعادلة ناقص 11 اليساوي في الأسفل لا تضغطها ألفة مع اليساوي في الأعلى بعد الكتابة shift مع solve اضغط يساوي ليعطيك الحل العدد في الأول هو ليس الحل الحل الآن x تساوي الحل كما ذكر في الآلة الحاسبة وهو سالب 72 بعيد مرة أخرى اكتب المعادلة بدلالة x ليس زد ولا m ولا أي شيء سالب 5 على 2 لا تضغط اليساوي في الأسفل ألفة مع اليساوي هنا لكي يساوي في الأعلى أيضا كسر ثلاثة على أربعة ثم x ليس زد ألفة مع الـ x هنا زائد الكسر الآخر هو نصف لحل هذه المعادلة shift مع solve في الأعلى shift وهنا solve هذا ليس الحل اضغط الآن يساوي هذا هو الحل x أو طبعا الآن سأكتب زد يساوي سالب 4 الآن سأقوم بعرض بعض الحلول لهذه المسائل ثمانية مسائل تقريبا مرقمة هذه المسائل وحلولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر